موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة إسرائيل اليوم حيث كتب سامدار بيري مقالا بعنوان بقاء المستبدين العرب خير لإسرائيل قال فيه ستفتح صناديق الاقتراع في صباح غد في أنحاء مصر كلها وسيأتي عشرة ألف المراقبين والقضاء وممثل منظمة مدنية وديبلوماسيين أجانب بل سيأتي ممثل الجامعة العربية للتحقق من أن لا أحد يحاول الاحتيال بأوراق الاقتراع أحقا؟ لا يحتاج الأمر إلى ذلك لأنه إذا لم توجد مفاجأة حادة فسيكون الرجل مصر القوي المشير السيسي هو الرئيس فجميع استطلاعات الرأي تمنح المرشح الآخر حمدين صباحي نجاحا رمزيا وهو نفسه قد عرض خدماته ليأخذه فقط لمنصب رئيس الوزراء أو نائب الرئيس وفي الأسبوع التالي ستحن نوبة الفوز الكاسح في سوريا فبعد أن نظم بشار الأسد لنفسه منافسين مجهولين وأخذ بالقوة حق التصويت من ستة ملايين لاجئ الذين هربوا منه سيكون الرئيس للمرة الثالثة وسيقول مسوغا ذلك بالطبع أن ذلك ما يريده الشعب ولن يستطيع أحد أن يلزمه بالوفاء بالوعود أو إحداث إصلاحات والسبب وسيط جدا هو أنه لم يجد نفسه إلى الآن في عرض برنامج سياسيا أو خطة اقتصادية فهو لا يحتاج لذلك فمن المؤكد أن بشار سيفوز وبعد الانتخابات كما يقولون فإن إلهه كبير وجود الحكام المستبدين خير لنا وإن نظرة إلى دول العالم العربي الاثنين وعشرين تمنحنا شعورا بأن وجود رئيس ذي قبضة حديدية يمسك بالأجهزة الأمنية وبالجيش أجدى علينا وكل مغامرة أخرى باسم حرية التعبير وحقوق الإنسان ستفضي إلى مشكلات وفي الختام أقول إن هذا الزمان ليس زمان أهل النوايا الحسنة فنحن باسم المصلحة الأنانية نصوت لبشار ونؤيد السيسي ونحن مستعدون لمذل جهد لتبقى الأسرة المالكة الأردنية ولا يهم الأن أن يشويش نصر الله على انتخاب رئيس جديد في لبنان أو أن يتلقى رئيس وزراء العراق المراوغ للمالكي أوامر عمل من طهران فقط لن نعوق المستبدين عن إطعام الجماهير وتجنيد المستثمرين وإنشاء المصانع وأن يطرحوا في السجون كل من أرادوا وتحطم الإدارة ولتحطم الإدارة في واشنطن رأسها بالديمقراطية وحرية التعبير أما نحن فلا نغامر فبقاء المستبدين خير لنا نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية التي نشرت مقالا بعنوان أوكرانيا جعلت من إيران شريكا أفضل لأمريكا جاء فيه اعتبرت الصحيفة أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في الوقت نفسه الذي تدري فيه واشنطن وطهران مفاوضات إيجابية حول البرنامج النووي وفي حال التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فمن الممكن التوصل إلى تعاون بين البلدين يفضي إلى حل للأزمة السورية وقالت الصحيفة إن الأزمة حول أوكرانيا والتي أثرت على الجهود المتعثرة بالفعل من الولايات المتحدة وروسيا لحل الأزمة السورية زادت من التكهنات حول احتمال لجوء واشنطن إلى التقرب مع إيران للمساعدة في حل الحرب الدامية أو لاتجاه نحو العمل الأحادي وأضفت أن الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت كبيرة بشأن سوريا منذ اندلاع الصراع لأن موسكو من أشد المؤيدين لرئيس السوري بشار الأسد وقد اعترضت صدور عدد من قرارة مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الصراع الأمر الذي أدى إلى إحباط واشنطن الداعمات للمعارضة السورية في الوقت نفسه ساعدت موسكو الأسد من خلال إمداده بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة التي يستخدمها لقمع التمرد المعارض لحكمه وأشرت إلى أنه رغم توصل البلدين إلى اتفاق حول بعض المسائل كان أبرزها دعمهما لقرار الأمم المتحدة الخاص بتدمير ترسنة الأسلحة الكيموية السورية إلا أن المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة قد انهارت منذ مؤتمر جينيف الذي عقد في فبراير الماضي وجاءت استقالة مبعوث السلام الأممي الأخضر الإبراهيمي لتؤكد فشل المسار السياسي وقالت الصحيفة إن بعض المحللين يعتقدون أن الخلافة الروسية الأمريكية حول أوكرانيا يمكن أن يشجع واشنطن على تجاهل تهديد البيت الروسي في مجلس الأمن واعتماد نهج أحادي الجانب بشأن سوريا يدعم هذا الرأي أندرو تابلر الخبر في الشؤول السورية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الذي يقول إنه من الواضح أن روسيا لم تكن راغبة في دفع النظام السوري تجاه أي شيء مثل انتقال السلطة والخوف من فشل استراتيجية التعاون بين روسيا وأمريكا لم تعد ذريعة للقيام بشيء مباشر في الشرق الأوسط نقرأ الآن مشاهدين الكرام في صحيفة الشرق الأوسط التي نشرت مقالة لفايز سارة بعنوان المنطق الأعوج الموقف من التطرف الديني جاء فيه أعاد البيان الذي أصدرته تشكيلات عسكرية سورية مؤخرا أعاد إلى الواجهة جدلا سوريا كان جرى التغاضي عنه أو إهماله وهو الموقف من جماعات التطرف الديني إذ احتوى البيان رأيا لهذه الجماعات في مستقبل سوريا لا يتبنى فكرة الدولة الإسلامية خلافا لمواقف أبرزها والذي دعا إلى الدولة الإسلامية في وقت سابق باعتباره مستقبل الدولة السورية ورغم أن بعض المعنيين والمتابعين للقضية السورية رأى في هذا التحول مجرد تكتيكا سياسي يتوافق مع ضرورة المرحلة التي يجتازها الوضع السوري فإن آخرين انقسموا ما بين مستنكر وآخر متوافق مع هذا التحول والأمر في ذلك إنما يعكس جدلا سوريا كان قد بدأ مع ظهور الملموس للتشكيلات الدينية المسلحة قبيل نهاية العام الأول من ثورة السوريين ضد نظام الأسد وقيام بعض تلك الجماعات بالإعلان عن عمليات ضم قرات النظام وبعض رموزه العسكرية والأمنية وهو أمر استدعى ظهور حس شعبي أكثر من الناحيتين السياسية والاجتماعية مؤيدة لتلك الجماعات ولعملياتها امتد في بعض الحالات ليشمل قادة في المعارضة السورية بمن فيهم شخصية قيادية ذات تاريخ يساري وديمقراطي وليبرالي ويفرض واقع الحال إنهاء المنطق الأعواج ومواجهته في التعامل مع التطرف الديني بتشكيلاته وأهدافه وممارسته والقول إن التشكيلات الدينية إنما تقف على ذات الأرضية في تعاملها مع الشعب السوري وثورته وإن الحق رفع كل غطاء أيديولوجي أو سياسي أو وطني أو أخلاقي عن تلك الجماعات مما سيفرض عليها الانحسار والتقوقع أو إجراء تحولات سياسية ينبغي أن تكون تحت المراقبة والتدقيق لتتوافق تحولاتها السياسية مع ممارستها على نحو ما يمكن أن يكون عليه حال التشكيلات التي وقعت مثاق الشرف الثوري مؤخرا لأن السوريين باتوا يردون أفعالا لا أقوالا نتابع مشاهدنا الكرام مع صحيفة القدس العربي حيث كتب بسام البدارين مقالا بعنوان سفراء نظام السوري والتبرج قال فيه بدأ مراسل محطة أوريان طريفا وهو يسجل معي حديثا سريعا طاربا رأي أمام الكاميرا بالفكرة العبقرية لصاحبها السفير السوري في عمان الزميل بهجة سليمان أعتبره زميلا لأنه سفير شامل يرقص ويغني ويكتب وينشر ويبث تضليل عندما يلزم الأمر السفير الفهلوي قرر تخصص صندوق خاص للأصدقاء والأشقاء العرب الذين يقررون التصويت لرئيس بشار الأسد في انتخابات الرئاسة الطريف في الإعلان عن الصندوق العربي أنه يطالب كل عربي شريف يرغب بالإدلاء بصوته لبشار حصريا بالحضور والقيام بالمهمة دون أن يأتي على ذكر الانتخابات نفسها أو بقية المرشحين تقدير العلني كان بأن الصندوق إياه فكرة نفاق بامتياز والقصد منها التبرج دبلوماسيا قدر الإمكان أمام بلاط الرئاسة في الانتخابات الشفافة والنزهة التي ستجري في نصف خارطة جغرافيا سوريا فقط حيث لن يشارك الشمل ولا يمكن مشاركة الجنوب مع وجود نصف الشعب تماما ما بين اللاجئ ومشرد أو قتيل أو أسير هذا التبرج مثير للإحواط في مسرحية الانتخابات التي انتهت الآن باجتهاد أممي وروسي يتضمن تقاسم كعكة إعادة الإعمار وفقا لمعادلة رئيس صوري ورئيس حكومة عابر للمجتمع الدولي ومدعوم أحده مقترح علي ترقب تعافي وليد المعلم في وقت قريب وبالتوازي مع تجديد البيعة لبشار الأسد عندها فقط سنصدق مسرحية الانتخابات وكذبة صندوق السفير إياه نتابع مشاهدنا الكرام مع صحيفة الحياة حيث كتب إلي عبدو مقالا بعنوان المجتمع المدني السوري بوصفه متخيلا أسديا قال فيه تحيل البرامج والخطط التي تطرحها منظمات المجتمع المدني السورية خلال ورشها ومؤتمراتها إلى الصورة المتخيلة التي يحلم كل مواطن سوري بأن تستقر بلاده عليها فالحكم الصالح والتنمية واعتماد حقوق الإنسان وتطبيق آليات الديمقراطية وضمانة مشاركة المرأة مفاهيم جذابة تحظى بإجماع الشرائح العظمى من السوريين لكن المفارقة أن ذلك المتخيل يتناقض مع جوهره الذي يتمحور حول تدريب المواطن على تطبيق مفاهيم مدنية تكفل له حريته ولعلى الوصفات الجاهزة التي يجري اتباعها من جانب هذه المنظمات من دون الانتباه لطبيعة الصراع السوري القائم وتعقيداته تكشف بدرجة ما طبيعة هذا التناقض فمعظم البرامج التي تطرح في أنشطة المنظمات المدنية تتعامل مع نتائج الصراع وليس مع جذره لتكرس بذلك الأوضاع السابقة التي انتفض السوريون بهدف تغييرها فالطروحات التي تتحدث عن حقوق الإنسان وكيفية ممارستها لا تشترط إسقاط النظام الذي تفنن في انتهاك هذه الحقوق لمدة أربعين عاما ووصل إلى الذروة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بل على العكس تتعامل معه بوصفه طرفا وجب إشراكه وكذلك الأمر بالنسبة للديمقراطية والحكومة وغيرها من المفاهيم المدنية ما يعني أن صناعة المتخيل المدني ترتد تلقائيا إلى الماضي الأسدي بمجرد أن يطاع تصناع مع الصراع بآليات تقنية تتوسل التعميم لتوصف ما يزري من دون التوقف للبحث في المسببات الجذرية والتقنية ليست سوى كلمة السر التي تصل بين الماضي الأسدي والمتخيل المدني فالسوريون لم يدفعوا كلفة النزوح والتهجير والتدمير والقتل إلا لكي يتمتعوا بالحقوق التي تتحدث عنها منظمة المجتمع المدني لكن الأخيرة تقدم آليات وبرامج وخطط للتطبيق الأمر الذي يسهل الخوط بين القاتل والقتل ويفتح المجال لإشراك النظام بإنقاذ ما يساهم في صنعه ولابد من أن نتذكر أن نظام السوري نفسه كان يهتم بالمجتمع المدني وقد عمل الكثير من المنظمة في كنفه تدرب الناس على ممارسة حقوق الإنسان فيما أصوات التعذيب تصطح في أروقة المعتقلات وكانت تقام ورش حول الديمقراطية وآليات الحوكمة في بلد يعدل دستوره بأقل من ربع ساعة ليناسب قياس الوريث الجديد هذا إن تجاوزنا عقلة الديكتاتور أسماء الأسد التي أسست شبكة من المنظمات لتجمل بعض ممارسات زوجها وهو ما يؤكد أن نشاط منظمة المجتمع المدني لا يستوي مع وجود الديكتاتورية إلا لكي يبرر ويلمع صورتها القبحة أما لحظة اندلاع الثورة فكان على هذه المنظمات أن تكون جزءا منها بوصفها صلة الوصل التقنية بين متخيل الثائرين والواقع لذريعة لخلق متخيل مضاد نواصل مع موقع كلنا شركة حيث كتب أحمد النايف مقالا بعنوان إيران واحدة وعرب ممزقون قلفي تتشابك مشكلات منطقة الشرق الأوسط وتزداد تعقيدا ويتضح أكثر فأكثر أن الدور الإيراني أصبح محوريا وأن أي حل سياسي يصعب أن يقفز فوقه أو يتجاوز مصالحه لم تكن إيران قط بعيدة عن مشكلات المنطقة وفتنتها التي تطل برأسها علينا لكن حضورها يزداد وأوراقها تتعدد وتنقل بيوسر بين المصلحة والمبدأ لتعود من المصلحة من باب المبدأ يستند هذا الدور الإيراني إلى بقايا روسيا وارثة الاتحاد السوفيتي ولأدوار وأوراق فيها ضغط خارجي وإلى التناقضات الغربية التي تحسن طهران اللعب عليها وبها وإلى مخزور تاريخي من صراع أهل السنة والشيعة أصبحت إيران الفارسية تقود طرفه العربي للأسف الشديد نجحت طهران في الإمساك بعدد من النقاط الاستراتيجية على الأرض فحزب الله في لبنان قوة ذات حضورين سياسيا وعسكري وهو لعب إقليمي والنظام بشار الأسد هو حليف يمسك بدور سوريا الجغرافي والتاريخي ويوضيف للنفوذ الإيراني موطئا محتفظا لنفسه بقدر من الاستقلالية لكنه سقط مع الحرب الأهلية التي تدر رحاها بشرسة وتمدها طهران وأذرعها بكل أسباب الصمود لم يقتصر الحضور الإيراني على لبنان وسوريا بل هو يتمركز في العراق ممسكا بأوراق السلطة الدينية والسياسية والنفط وما خلفته مرحلة الاحتلال الأمريكي وعدم رئيس صدام حسين من دمار في البنى والعلاقات الوطنية إيران إذن لاعب إقليمي موجود على الأرض ويمسك أوراق ذات حضور يواجه إيران مركزية القيادة عالم عربي ممزق خرجت فيه مصر من دورها التاريخي وأحلامها وانحازت فيه سوريا لطهران ولم يبق بعد الربيع خر وخروج ليبيا ومعمر القذافي غير المملكة العربية السعودية وقطر والإمارة العربية المتحدة قطر حققت نصفا سحاب بتغيير الحكم والسلطة وتورثها بهدوء مكتفية بجزيرتها النفطية وجزيرتها الإعلامية وبقية السعودية تواجه المشروع الإيراني بكل أبعاده وأدواته وحيدة لا تستطيع التخلي وتخشى الاستمرار واقعا عظيم التمزق نقاط قوته إيرانية ونقاط ضعفه وتوزيع مغانمه عربية ويقتتل ما تبقى من سقط من العرب على ما تبقى من عظام الثور أما اللحم فقد تقسمته المصالح والمذابح باسم الحرية والديمقراطية وتلك هي الأيام نداولها بين الناس حديث صحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل إلى موقع زمان الوصل حيث كتب عدنان عبد الرزاق مقالا بعنوان ناشطون يؤسسون لخطاب عدو العدو صديق قال فيه نتمنى ألا يلعن التاريخ السياسة السورية بسبب من مثلها في أولى ثورات الشعب على مغتصب داخلي لأن ذلك التمثيل الإجباري حفز كثيرا من العاطلين والعاطلنا عن العمل ليدلوا بدلوهم في بئر فن الممكن مخرجين حلولا وأدوات طغى على أغلبها المراهقة والارتجال أو السيرة المضخمة والاعتداد بالماضي من النضال على أحسن تقدير ليعاني السوريون من كل ما خرج عن آبار لم تعد مياهها صالحة لا للشرب ولا لتغيير المرار الذي سكن حلاقيم السوريين لكن حصاد الساسة الذي نعكس جوعا على حلم السوريين يستدعي أخلاقيا كحد أدنى تحميلهم وزر الإساءة وتضيع الفرص وحتى من أصدقاء الشعب السوري لا أتوقع إمكانية اختزال الإجابة بالتباعية للبترودولار ولا لانضواء تحت جناح الغربي أو الشمل ولا حتى بحداثة عهد المناظرين بالعمل السياسي الحقيقي الاعتبار أن سوريا لم تلد ساسة في مناخات القمع والأحادية أو بسبب الفجوة التي سحقت تباعا سحقت فيما بين تكتلات الائتلاف وبعدهم عن الأرض بل ربما لكل تلك الأسباب مجتمعة ويضاف لها ما نحسبه الأخطر وهو تصديقها بما دخل الساحة الثورة بعباءات وشعارات فانفتحت له على مبدأ عدو العدو صديق بطريقة ذاتها التي خسرت خلالها مؤيدين محتملين وفاعلين منهم موسكو وطهران على مبدأ صديق العدو عدو اليوم خرج نشطاء بمبادرة قد تكون صيغة على عجالة وربما توصف باللا ناضجة لكنها تؤسس لفكرا وذهنية جديدتين لم يمسك ساسة المعارضة بزمامهما أو من يتكلم باسم المعارضة على الأقل المبادرة تجلت بطلب نشطاء سوريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالضرب معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على كافة الأراضي السورية استكمالاً لما تقوم به واشنطن على هذا الصعيد حالياً في العراق فماذا يعني ذلك؟ رغم شبه اليقين ربما حتى لدى الموقعين على البيان أن واشنطن لن تفعل إن لم تقل لم تسمح فقط لأن الوقت لم يحن بعد ولكن سجل النشطاء نقطة في لحظة قد لا تتكرر ويعني أن النشطاء قرأوا الداخل الأمريكي وإيقنوا أن دافع الضريبة هو من أهم محركات سياسة واشنطن فعزفوا على مصلحة المشتركة وهي بيت القصيد ويعني وهو نهاية القول إن النشطاء ابتعدوا عن خطاب التشكي والاستجداء والتوصيف فعد انتقائهم للحظة المناسبة غلفوا هدفهم بغلافة يرقى إلى السياسة وإن جاء على نحو مباشر وغير ناضج ولم يفوت النشطاء أن يزيدوا من دروسهم بأن خطبوا واشنطن عبر الائتلاف ليذكروا من يسعى لتنفعه الذكرى أن المؤسسية هي كلمة السر ليس في نجاح العمل فقط بل وفي كسب احترام الآخرين أيضا نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالتنا في حلقة اليوم حيث نشرت جريدة عينب بلدي مقالا لمحمد ريد بعنوان ثورة أم حرب أهلية؟ بات واضحا في الآوينة الأخيرة أن وسائل الإعلام الدولية صارت تطلق على ما يحدث في سوريا بالحرب الأهلية وإذا كان الثوار قد انتفضوا في الخامسة عشر من آذار 2011 فإنهم كانوا يأملون في تحقيق مطالبهم المحقة في الحياة الكريمة والعدلة والديمقراطية دون إراقة نقطة دم واحدة ولم يكن يدور في خلدهم أن الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه الآن الطرف الوحيد الذي كان يعرف ويخطط وينفذ هو طرف السلطة الذي أطلق شعاره منذ الأيام الأولى للثورة الأسد أو نحرق البلد اعتقدت السلطة أنها باستخدام أكثر أنواع العنف قساوة ستجبر الثوارة على الانكفاء إلى بيوتهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية لكن الثوارة على الأرض واجهوا العنف بالتمسك أكثر بالثورة ومع مرور الأيام والأشهر والسنوات وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن أعود إلى الحرب الأهلية لأقول إن وسائل الإعلام تظلم الثورة السورية بإطلاق هذا المصطلح على الوضع في سوريا إن الحقيقة الناصعة للجميع أن الصراع الدائرة في سوريا هو صراع بين شعب ثائر وسلطة ديكتاتورية مستبدة أي إن الحرب بين الشعب والسلطة الحاكمة المستبدة وليس بين أفراد الشعب السوري وطوائفه وأعراقه بؤرة الصراع في البلد بين أفراد وجماعة ودول تدافع عن الدكتاتورية والفساد والظلم وبين أفراد بسطاء فقدوا كل شيء بسبب حلمهم في الديمقراطية والعدالة وإن استخدام السلاح في هذه الثورة لا يسلبها صفتها الثورية هنا أطرح سؤال لماذا أصبحت الثورة السورية في نظر العالم حربا أهلية بينما يعترف العالم بثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا والثورة الإنجليزية والفرنسية والأمريكية وغيرها الكثير مع أن أحداث هذه الثورات أدت إلى قتل عشرات الملايين من الناس لماذا تنعت بعض أجهزة الإعلام الانقلابات بالثورات مع أنها لا تعد كونها استخدام القوة من قبل ضابط أو مجموعة من الضباط للاستيلاء على السلطة كما حصل في سوريا في الثامن من آذار 1963 وفي مصر في عام 1953 وفي أماكن أخرى كثيرة أعتقد أن الهدف واضح وهو محاولة تشويه سمعة الثورة السورية النبيلة والحط من قدرها وتأليب الناس عليها لكن هذه المحاولات لن تنال من شرف الثورة السورية ونملي قيمها وأهدافها وإني أدعو كل من يستخدم هذا المصطلح إلى العدول عنه واستبداله بمصطلح الثورة السورية إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي حلقة حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة